السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم من جديد في قناة موناء علوي قبل ما نبدأوا الفيديو دينا كالعادة كنشكر كل كبير وصغير كي يساهم في استمرارية هذه القناة نشكركم كذلك على التعليقات الجميلة والمحفزة كما كتشوفوا هذا الفيديو دينا هي عبارة على استمرارية الفيديو السابقين ليهضروا على الدخول المدرسي لعام 2021-2022 على هذا الفيديو سوف نحاول نبين فيها عن الأنماط اللي بزف دي النس كي سولوا كي تكون القرية واش حضورية واش تعليم عن بعد واش تعليم داتي يعني شنو اللي غادي يكون كما كتشوفوا هذا بلاغ صحفي صدر يوم السبت 28 غوشت 2021 كي يبين فيه كي بيننا يعني شنه هي كيفاش غادي تكون عندنا الدراسة وكيفاش غادي تدز أمور دي الدراسة نحاول نقرأ هذا هذا البلاغ الصحفي تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنه أخذا بعين الاعتبار تطور الوضعية الوبائية حاليا ببلادنا وكذا التباينات المسجلة بين مختلف الجهات والأقاليم وعلى إتر دراسة مختلف سيناريوهات الممكنة لتنظيم الدراسة في ظل هذه الوضعية أن الدخول المدرسي 2021-2022 سيتم وفق أنمات تربوية مختلفة تراعي إضافة إلى ما سبق التقدم الحاصل في تحقيق المناعة الجماعية ببلادنا بشكل عام وبالوسط المدرسي بوجه خاص لا سيما من خلال تنظيم عملية تلقيح المتعلقة بالفئة العمريات ناش و 17 سنة كما كتشوفوا وهنايا هذا البلغ تيبين بأنه سيتم كما كتشوفوا وفق أنمات تربوية مختلفة ألغ هنايا إذن قبل ما نبدأ التفصل هو أنه الدراسة سيكون يعني فيها أنمات مختلفة سيكون القرية ستتطب يعني طرق مختلفة إضافة إلى التدابير التي تتخذها السلطات المختصة لتصدي لتفشي وباء كوفيد 19 وذلك من أجل ضمان التحصيل الدراسي في ظروف تحفظ سلامة جميع التلاميذ إلى جانب الأطور التربوية والإدارية ألغ كما أنه وعلى غرار الموثم الدراسي المنصرين ستأخذ بعيد الاعتبار رغبات الأسر بخصوص نمط تربوي الذي سيتم اعتماده وذلك من أجل مراعاة وضعية كل الأسرة في هذه الظرفية الاستثنائية علما بأن الوزارة سوف توفر مختلف السيق التربوي كما تشوف هنا بصفة عامة يعني الفكرة اللي بين هنا هو النمط يعني التربوي غيكون مختلف يعني على حسب الحالة الوبائية ولا حسب المدرسة ولا حسب يعني الشروط اللي غادي تحطها الوزارة كذلك وفقا يعني الظروف الصحية كما غادي نشوف وتتمثل الأنماط التربوية التي سيتم معتمدها بالمؤسسة التعليمية العمومية والخصوصية وكذا مدارس البعاتات الأجنبية فيما يلي يعني هنا هذا القانون غايت تطبق على المشي على المؤسسة التعليمية والعمومية والخصوصية كذلك احتى هذك البعاتات الأجنبية La mission اللي عندنا موجود هنا في المغرب نشوف شكون هما هذ الأنماط اللي غادي يكون اعتماد نمط التعليم الحضوري في الحالات التالية يعني هذ التعليم الحضوري باش نسفطو وليدتنا المندرسة اللي تحقب المدرسة خصو يكونوا واحد الشروط على خص المؤسسة يعني في المؤسسات التعليمية التي تتوفر على الشروط المادية لتحقيق التباعد الجسادي يعني ضروري المندرسة اللي بغا تدير التعليم الحضوري خصو تعتمد هذ الشروط ومن بين هذ الشروط عدنا تحقيق التباعد الجسادي يعني تكون واحد المسافة ما بين التلميذ وتلميذ كما هو الشأن بالنسبة للمؤسسات التعليمية بالوساط القراوي يعني هذا ما تيعنيش هي المؤسسات اللي في المدن يعني حتى بالنسبة المؤسسات اللي في القرى التي تتميز بأقصمها المخفافة على ألا يتجاوز عدد التلاميذ بالأقصم 20 تلميذ كما كتشوفوه ممسطرين على هذ الجملة دي 20 تلميذ يعني أن القسم إضافة إلى التباعد الجسادي سواء في المدينة أو في القرية يعني القسم مخصوش يزيد على 20 تلميذ في القسم الشرط الآخر باش يكون يعني تعليم حضوري هو أن المؤسسة الوليدة اللي غا تستقبلين كاملين يكونوا ديرين تلقي حديالهم هذا باش تكون يعني واحد ضمان سلامة يعني لا التلاميذ ولا الأطر اللي تكونوا معهم هذا بالنسبة النمط اللولاني اللي هو التعليم الحضوري كينتاني اعتماد نمط التعليم بالتناوب بين التعليم الحضوري والتعليم الذاتي في باقي المؤسسات التعليمية اعتماد التعليمية يعني كما كتشوفوا يعني غايكون تناوب ما بين تعليم حضوري وما بين أنهم مثلا غايطهم التمر عندك شيء غايكملوا في الضر ديالهم هذا الثاني بالنسبة لنامط الثالث هو التعليم عن بعد غايكون يعني استجابة لرغبات الأسر أو عند اكتشاف بؤرة وبائية داخل مؤسسة تعليمية كما كتشوفوا هاد تعليم عن بعد غايكون يعني في جوج ديال الحال إما الأسرة ديال يعني تلميذ اللي ما بغوش والده يمشي التحق بالمدرسة هيكون تعليم عن بعد وكذلك الله يحفظ لا تم اكتشاف بؤرة وبائية داخل مؤسسة تعليمية واللي كان طلب من الله سبحانه وتعالى يهز لنا هاد الوباء هاد ونتهنو من هاد من هاد البالاء هلو غا نحاول هنا ناطق لائحة العطل اللي تم اصدارها برسم السنة الدراسية الفين واحد وعشرين الفين واثنين وعشرين كما كتشوفو كان عطلة سعيد الموليد النبوي اللي فيها يوم تناش تلتاش ربيل اول يعني فيها عدد الايام الف واربعمية وثلاث واربعين عدد الايام يومين كان ذكر المسيرة الخضراء السبت السن وان بير الفين وواحد وعشرين كان العطلة البينية الاولى اللي غا تكون من يوم الاحد سبعة نو بير 2021 ليوم الاحد 14 نو بير 2021 اللي غا تكون فيها تماني ايام كان عيد الاستقلال خامس 18 نو بير 2021 العطلة البينية الثانية ورأس السنة الميلادية من يوم الاحد 26 دو جن بير 2021 الى يوم الاحد جوج يناير 2022 اللي غا تكون تايا فيها تم ايام كان ذكر وتقديم وثيقة الاستقلال ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال اليوم الثلاثة 11 يناير 2022 عطلة منتصف سنة الدراسية من يوم الأحد 13 فبراير 2022 إلى يوم الأحد فبراير 2022 لفيها ثماني أيام العطلة البينية الثالثة من يوم الأحد 3 أبريل 2022 إلى يوم الأحد 10 أبريل 2022 تهي ثماني أيام عيد الشغل وعيد الفطر من يوم الأحد 1 ماي 2022 إلى يوم 3 ماي 2022 كي نتلاتة الأيام العطلة البينية الرابعة من يوم الأحد 22 ماي 2022 إلى يوم الأحد 29 ماي 2022 تهي ثماني أيام كي نعد الأطحى من يوم تسعود الحجة 1443 إلى يوم حضاش دي الحجة 1443 اللي هي ثلاثة أيام كانت منها إن شاء الله ربي دوزنا هذا العام على خير وبخير كانت منها أن وهذا طلب الجميع لأمهات أنهم يدوا ولدتهم يتلقحوا باش يكون واحد تعليم حضوري باش ولدتهم يستفدوا لأن كما كتشوفوا يعني تعليم حضوري عنده فائدة كبيرة على تعليم عن بعد لأمهات لأمهات ترجمة نانسي قنقر